السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم ما هي أضرار صيام الماء للأسف في الفترة الحالية هناك العديد من الأشخاص الذين يتجهون إلى هذا الأمر من أجل إنقاص وزنهم للأسف ولكن أعزائي هذا الأمر سيئا وسربي ولكن إذا فقدت الوزن في هذا الصيام سوف يزيد أضعافا أضعافا مضعفة إذا قمت بالعودة إلى تناول الطعام بداية يسبب إلى نقص وسوء التغذية وأيضا إلى دوار وإغماء ومشكلات كبيرة جدا في عمليات التركيز وأيضا هناك ما يسمى بتسمم الماء وهو الشراهة والتناول كميات مفرطة من الماء خلال فترة الصيام وأيضا عند انتهاء فترة صيام الماء سوف تتناول كميات كبيرة من الطعام وللأسف سوف يعود وزنك كما كان بالسابق وأضعاف مضعفة توقفوا عن هذا الفعل واتبعوا حمية غذائية صحيحة